بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين آمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما ذكرنا وما نسينا وما أنت علموا به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك وهذه الحلقة الجديدة من برنامج على درب النور وفقنا الله وإياكم لمراضيه ها قد دخلت الأشهر الحرم المتواليات فنحن في بداية شهر ذي القعدة الحرام وهو أول الأشهر الحرم المتواليات وهي ذو القعدة ثم بعده ذو الحجة ثم بعده المحرم وهذه الأشهر الثلاثة تتضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الذنوب والسيئات لذلك فإذا غفل القلب فقل له استيقظ فأنت في الأشهر الحرم ما هي أعمال الأشهر الحرم وما هي فضائله في هذا الموضوع وفي غيره أيضا نستقبل أسئلتكم على أرقام الهواتف التي ترونها على الشاشة أمامكم على الهواء مباشرة كذلك من خلال تعليقاتكم على صفحة قناة الفلوجة على منصة الفيسبوك والتي يبث فيها برنامجنا الآن بثا مباشرا حياكم الله ومرحبا بكم وبأسئلتكم عندنا اتصال الأخوة أم علي من بغداد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أنا عندي سؤال السؤال الأول هل يوجد شراء الذهب في الأقصاد حرام؟ زين السؤال السؤال الشخص شون يعرف أنه صلاة مثلا قيام موصول مخبول عند رب العالمين أو رب العالمين راضي عنه هذا هو عن طريق الدعاء إذا يعني الدعين وما استجاب أب العالمين دعوة أنه هذا يعني الصلاة والقيام أنه مرفوض من رب العالمين ولا أفو شي يعني شخص يعرف أنه رب العالمين راضي عن صلاة وعن قيام طيب عندك سؤال آخر؟ سهلا جد أهلا وسهلا بالنسبة لشراء الذهب بالدين أو بالأقصاد كل ذلك لا يجوز الذهب يجب أن يكون بالنقد وهذا ما عليه المذاهب الأربعة الذهب يجب أن يكون بيعه بالنقد المخرج من هذا يمكن للإنسان أن يقترض مالا حتى مثلا ربما الصائغ من المعارف معروف يعني عرف نحن نسميها صائغ عرف وإنسان رادي يشتري ذهب قطعة ذهب خلينا نقول بمئة ألف دينار مثلا فيقول للصائغ داين مئة ألف خلاص هاك يجب أن يقبضها بيده هنا اقترض مالا لم يقترض ذهبا تداين مال والإنسان إذا اقترض مالا فهو حر بالتصرف به المهم تتفق مع الصائغ تقول له هذا المال خلال شهر أو شهرين بحسب المدة التي تتفقون عليها أرجع لك هذا المال واضح فإذا صار المال بيدك عند إذن اشتري به ذهبا ممكن ما تقول له اشتري الذهب منك وبعد شهر جيب لك فلوس لا تداين دين فلوس وقول له بعد شهر رجع لك الدين فإذا قبضت هذا المال فاشتري به ذهبا أما أن تأخذ ذهبا على أن ترجع له المال فيما بعد لا يجوز ذلك الذهب يصعد وينزل يصعد وينزل يعني هذا ما يجوز وخاصة بعض الناس يأخذ ذهب يقول له عد لما تجيب لها الفلوس نحسب إش قد صار أخذ قطعة ذهبية مثلا المثقالين يقول له ما راح نحدد سعر من يجي بعد شهر أو كذا تجي تنطيني قيمة المثقالين يا إخو هذا بيع بالمجهول هذا حرام حتى لو حددت سعر للذهب حرام بيع الذهب بالدين والأقصات لا يجوز سلوى من بغداد تفضلي أختي السلام عليكم شيحنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا صحتك شيحنا الحمد لله بخير الله يحفظكم شيخ أنا أردح إن شاء الله للعمرك سلواني تقبل منكم يا ربا أنا أمري خمسة وخمسين سنة لا تقبل منكم يالله يسمك أجمعين إن شاء الله فزوجي قولي لازم ألا محرم وياك يا الله لو أخوش لو زوجت صحيح أن هذا دكتور الحكيس طيب أكون نسوان وياك بالقافلة أكون نسوان وياك بالقافلة زيان زوجت زوجت ما يإذن إليش بالذهاب ما يإذن إليش زوجت بالذهاب إذا كان ما وياك رجال لا يقول لي ميسي يقول لي ميسي يجب لي محرم وياك فيما لو فيما لو إنسان اللي قالت شو فتوى فيما لو قلتي لي قالوا عني حلال هو يوافق ولا لا إذا الشريعة قالت حلال يعني إيه هو موافق إيه زيان تسمعي الإجابة عندي شوال آخر لا رحم الله وعليك تكتور أهلا وسهلا لغة التي سألت كيف تعرف بأن عبادتها مقبولة لا يمكن للإنسان أن يعرف هذا الأمر غيبي لكن علينا أن نحسن الظن بالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول أنا عند ظني عبدي به فريظن نبي عبدي ما شاء على العبد أن يظن بأن الله تعالى يتقبل منه الإنسان خلي بس يسوي الشالات اللي يريدهن منه رب العالمين الله شو عنده يعني ليش ما يقبلها ليش ما يقبلها إنسان الله راد مني صلى خمس وقات صلى خمس وقات ليش ما يقبلهم يقبلهم فالعبادات مقبولة أما كون إنسان دعا بدعوة ووجد بأنها لم تستجب له هل يعني هذا بأن جميع العبادات غير مقبولة لا القبول شيء والاستجابة شيء آخر ربما إنسان جميع أعماله مقبولة ورغم ذلك دعا فلم يستجب له هذا شيء آخر كل إنسان لا يستجاب له هو سيؤجر على دعائه الدعاء هو العبادة والإنسان الذي لم يستجب له ربما يعني بديلا عن استجابة الدعوة كفاه الله أذى شفاه الله من مرض فرج عنه كربة وهكذا لكن عدم الاستجابة للدعاء لا تعني عدم قبول الأعمال إذن أساس قبول الأعمال الظن الحسن بالله دير بالك يا عبد تظن بأن الله تعالى لا يقبلك احذر أنت تقدم لله الفرائضة التي يطلبها الله منك قال لك صم رمضان صمت قال لك أدي زكاة ما لك زكاة قال لك صلي صليت لا تقول يقبلني لو ما يقبلني قول يقبلني هكذا الظن بالله تعالى الظن الحسن زين لم يأمن الأنبار تفضلي السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ عندي سؤال يعني إذا موزح ما تفضلي أختي أول سؤال شيخ أنا عندي قعمة الأيتام وعمام الجهال شوية مطلوبين يعني حيل حيل مشروحين يعني وصلت الحالة إلى سجن طيب وما عندهم يعني طريقة لا عندهم معين لا عندهم شي تيبيعون لا عندهم يعني فقالهم نطيل نلقى ناخذها نتصرف بيهم من يصير عندنا نرجع لك شيئاها يعني هالشي حلال أم حرام قطعا حرام يعني إذا طيرهم يصرفون بيها وبعدين لا يجوز لا يجوز يعني إذا برضاننا أحنا يعني برضاننا أحنا برضات مو برضات الأيتام هي لو كانت ملكتش كان قتلك برضاتش بس اليتيم الأيتام شكبرهم يعني حتى بأيتام هم قبلاني الأيتام شكبرهم أشقد عمرهم الأيتام بس عنده واحدة قاصرة كلهم بالقين البالغ يجوز أن يتنازل حصتي أما قاصرة قد عمرها يعني عمرها 18 سنة إيها يا أمو بالغة إذا كان برضاهم يجوز اليتيم يا أختي اليتيم المقصود دون البلوغ دون البلوغ قاصر بالقانون قاصر 16 سنة بالغة 16 سنة مرة صحيح يسموه قاصر يسموه قاصر بالقانون تسمى قاصر القانون إلى حد 2018 عموما بالشريعة الإسلامية بالشريعة الإسلامية إذا كان برضاهم هم بالغين يصير يصير سؤال الثاني شيخ زيان بس قال إذا كتبتر لي هالثورة ما أسد الموبايل شيخ الله يوفقك إنت إذا شوفوني ما تلفزيون إيه خلاص يوصلكم السرعة وجاوبكم بس سؤال واحد قدامك نعم تفضلي السؤال الثاني ابني شيخ شوية يعني يلعب لودو على الموبايل يعني فدنوب يعني دراسة موشي يعني طلاثة يعني عاني مو مطيع يعني حيل حيل وهو هالواحد هم ما عندي قيارة يعني الحيل يعني ما جايج على الطاعة يعني شقد أحكوية شقد يعني بس ما ماذا يطيع يعني الحيل يعاني سين ايه طيب مشكور شيخ رحمة الله واضح الاختة التي سألت عن العمر مع غير المحرم يجوز للمرأة أن تذهب مع غير المحرم إلى حج يجوز للمرأة أن تذهب إلى عمر أو حج مع غير المحرم لكن بشرطين الشرط الأول أن تكون كبيرة في العمر يشقد العمر عرفا هي أن تكون في عمر لا ترغب فيه المرأة والشرط الثاني أن تكون في عصبة من النساء يعني مجموعة من النساء تأمن فيها المرأة على نفسها لأن المرأة يعني هي مو فقط الاعتداء يكون عليها من حيث أنها مرأة أو اعتداء على شرف أو كذا لكن ربما يكون اعتداء على مال والمرأة أضعف من أن تحمي نفسها أمام رجل رجال جدا يبوكها ما تقدر كوش تسوي لكن لما تكون في عصبة من النساء والرفقة مأمونة عندئذ يجوز يجوز بهذين الشرطين يجوز المرأة أن تذهب حاج أو عمره بدون وجود محرم طيب عمر من الموصل تفضل أخي اتصال السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم عندي سؤال شيخنا بلد أحنا تفضل عيني شيخنا أنا رجال متزوج زيان وحبني اتصار لي وياها تقريبا ستنواتنا شون قصدك وياها قصد الزواج شون تقول عندي شون تقصده وياها تلاث سنين عندك علاقة وياها عمر الهاتف أو كذا علاقة علاقة يعني استصال وهذا الشي زيان وانا نتي الزواج وياها نيتك زواج وتلاث سنين ما نفت نيتك زواج وتلاث سنين ما نفت لها غير نيها لا لا مو قصد يعني هذا الشي لأنها عندي ظروف وهي هم البيت هدها ظروف سيان وتقدمت مارا لها لها وما نطول إياها طيب من منطقيا شم ترجي بعد أنا نريد هي وحبها وحبها يعني حب يتحبه منطقيا شنن شنن تخص من عليهم تاخذها مثلا منطقيا شتسوي طيب سؤالك شنو سؤالك لا نريد أعرف أن هذا الشي حلال وحرام يعني ذا أبقوا إياها طبعا حرام لكن تسمع التفصيل إن شاء الله أم رياض من بغداد تفضلي ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شونك شيخ الله يبارك بيك إن شاء الله ويحفظك إن شاء الله جاء حبيبنا محمد الله ما صالح على سيدنا المحمد الله رضا عنكم يا رب ويحفظكم وأهليكم بما يحفظوا بيه الله يبارك بيك الشيخ عاني مريضة صلاة لك العافية عاني مريضة الله يعافيك إن شاء الله عندي مرض بي اسم بي فيروس فيروس بي طيب ها والدكتور التكتور منعني التكتور منعني من زوجي قال لي ما يحفظ يعني مجامعة ترى ينعدي وينعدي بالدم إذا عمط تم الشخص هم ينعدي وإذا عن جريح هم ينعدي ها يعني عاني أصلي أصلي نعفو دكتور الشيخ أصلي أصوم أصوم شعبان أصوم رمضان أصوم ستة شواء يعني حلال عني له حرام أمو يستطيع زين بالنسبة للطبيب بس منتك المقدمة شيء والسؤال شيء آخر تسألين على مسألة الجماع يعني المقدمة كانت شيء والسؤال شيء آخر المقدمة قلت أنه هذا المرض يعدي بالجماع والدم بعدين قلت يصير أصوم له لا تسألين مثلاً هال حلال الجماع ولا لا وهل حلال الصيام ولا لا زين طيب طيب وعلي سؤال ثاني زوجي يريد يحكي لك خلي تفضل 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 أخي شوانك عيني شيخ حياك الله أهل ونسهلاً شوانك عيني الله يحفظك على عيني الله يبارك بيك شيخ الله يضعي لك بزيما الجهل ممكن تزغير طيب كتالة تكرم 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 ترق وفزونة بلا حالها طيب فكتالة بالغلق فأهمت حسن علي إسموه شوانة تقدر أبرل قتلتها بالخطأ ولا متعمد بالخطأ والله دكتور بالخطأ بالخطأ أنا يعني عقل جهل فسلمت أليه هي يعني فالأبي فالجمع 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 ومعتم شون بالخطأ متعمد إذن متعمد إذن متعمد مو بالخطأ طيب 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 شون أخلص من هذه لأنه قاعد يعني والله متألم عليها طيب واني أخاف أصول مصلي يا رب إن شاء الله أسأل الله يزيدك خشية منه سبحانه وتعالى طيب أخويا سؤالك واضح عندك سؤال آخر سلامتك أنا متابع برنامجك من من بداية حد دنان الله يسلمك أهلا يعني صار 6 سنين الله يبارس بيك يطور عمرك كثير أهلا سهلا بيك حبيبي فيما أن لعب حياك حياك زين الأخت التي ذكرت بأنها عندها ابن يلعب بهذه ألعاب الأنترنت ولا يدرس ولا يطيع ولا شيء آخر أختي عليك بشيئين شيء بينك وبين الله وشيء يجب أن تتصرف به أما بينك وبين الله فدعوة الأم لابنها مستجاب دعوة الأم والأب لابنهم مستجاب اطلبيه من الله اطلبي من الله سبحانه وتعالى بتذلل لله سبحانه وتعالى وبمواضع الإجابة نحن مثلا اليوم جمعة في آخر ساعة من الجمعة وهذه جمعة من الأشهر الحرم تكون آخر ساعة منها آكد وأبرك آكد للإجابة وأرجى للإجابة آخر ساعة من الجمعة من مواضع الإجابة وهي في الأشهر الحرم آكد في صلاة الليل عند الصيام المهم في مواضع الإجابة عند السجود في الصلاة اطلبي من الله تعالى أن يصلح ابنك فهذا الشيء اللي بينك وبين الله والشيء الثاني احرصي أن تختاري له الصحبة الصالحة روحي على وحدة من جيرانكم مشوفين ابنها لازم أكون جيرانكم شوفين ولد صالح مؤدب نظيف مهذب بالمدرسة ذكي يعني يحرص على دروسها اطلبي من ابني تيمشي وياه واطلب منه ام ذاك الولد يمشوا يا ابنك اجمعي بينهما الصديق الصالح يعين الأبوين على تربية ابنهم لأن كما يقال عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي الإنسان يقتدي بصاحبه خاصة إذا كان في عمر يعني في مقتبل العمر يقتدي بتصرفات صاحبه هذا صديق يجر على الجامع هذا صديق يقول تعال خلو الروح نقرأ هذا صديق يقول اشغيلة البارحة يعني افضل ما تروحين على هذا لوين الياه مرحلة وصلت بهذه اللعبة ولوين وصلت اشوف اش نازل لعبة وبالتالي يضيعه ويضيع نفسه فاطلبيه من الله تعالى اولا وثانيا يعني اعملي له اختاري له الصحبة الصالحة وايضا استمري معه بالنصح لما تختارين الى الصحبة الصالحة انت ايضا انصحيه ايضا انصحيه وكذلك على اهله الذين اكبر منه ابوه عمه قال يا بهذه احتي لي ويا فلان يقعد يتكلم وياه كذلك هذا الامر ينفع الاخ الذي ذكر بانه متزوج وعنده علاقة مع ابنت منذ ثلاث سنوات تقدم لها على سنة الله ورسوله فرفض اهلها اخوان العلاقة غير جائزة العلاقة بوسطة الهاتف او غير هاتف غير جائزة انما مفتاحها الزواج ترهم الزواج ترهم اصلا ربما السبب الذي يمنع الزواج عنك بينك وبين هذه هو التواصل لانه معصية واذا عصيت الله سبحانه وتعالى من الذي يسر لك ومن الذي يقدر لك ومن الذي يسهل لك فاستعن على قضاء حاجتك بطاعته سبحانه وتعالى فاترك هذا الامر لوجه الله هو الله يعوذك خيرا ربما يسهل هذا الامر يسهل زواجك بهذه المرأة زين الاختة ذكرت بانها مريضة بمرض ما بفيروس ما والطبيب قال لها بانه ينتقل بعدة طرق بالجماع بالدم بشيء اخر بالنسبة للجماع انت لا يحق لك ان تمنع زوجك عن الجماع لكن تخبره تقولين له هذا يؤذيك الطبيب قال هذا يؤذيك وبالنسبة للزوج يعني والله لا ادري ماذا اقول اذا كان هذا الامر يؤذيه ويؤدي به الى ربما خطر على الحياة عليه ان يتجنب هذا الامر لكن هذا الامر لا ادري ان كان هذا المرض مزمن او مرض يمكن العلاج على اتحال ما دام اذا كان هناك شيء وخفف منه ويذهبه فعليكم بالعلاج واما مسألة الصيام بالنسبة لهذا المرض تعارض الصيام مع بعض الامراض ليس امرا عاما انما هو هناك امراض تتعارض مع الصيام وهناك امراض لا تتعارض مع الصيام بالعكس بعض الامراض يقول الطبيب الصوم لها شفاء وعلاج وبعض الامراض يؤذيها فالفيصل هو كلام الطب فاذا قال لك الطبيب او قالت لك الطبيبة والافضل ان تعالج المرأة عند طبيبة والرجل عند طبيب هذا هو الواجب فاذا قالت لك الطبيبة بان الصيام يؤذيك يحرم عليك الصيام وليس عليك الصيام في رمضان فريضتك هي الفدية وفي غير رمضان اذا كنت قديما تنوين او تصومين يوم عرفة وأيام شوال الله تعالى يكتب لك أجركي دون الصيام فلا تعذبي نفسك زوجها ذكر بأنه قتل قطة قديما بحسب مصطلحه أيام الجاهلية يعني قديما بما أنك تبت إلى الله تعالى وتحس بالذنب يكفيك الاستغفار والتوبة وليس عليك كفارة ولا حتى الذنب هذه خطيئة طبعا بلا شك قتل القطة حرام وخطيئة لكنه ليس عليه كفارة إنما يكفي فيها أن تستغفر الله وتتوب إليه وبما أنك نادم فاذي بلا شك توبة فليس عليك شيء إن شاء الله أم أحمد من بغداد اتصال تفضلي السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الحمد لله بخير حفظكم الله صلى الله عاكم دكتور أنا أقرأ بالقلم الناطق أرى يتقبل يا رب إن شاء الله وحسن بالأخير ما يقرأها القلم ليه إش يعني اللي قرأها لأعوف يعني ما أقرأ ما أقرأ أحد يمي يقرأ لي وأقول وراء ماذا أفهم ليش ما يقرأها القلم ليش ما يقرأها القلم هو ربما يتبرمج ما يقرأها والله زيان طيب ما يقرأها طيب وهذه عندي الكفارة ما تتشابه سألتك حاليها أنا دمقعدة أنا أمطيها بالتخوية بالتخوية شوية أمور حال تعبانا وراتيها مريضة هذا جلبا تعبان تدمر يا كفارة تقصدي ما عدا لا عمل يتعد ولا عمل ينزل تقصدين تقصدين فدية الصيام ولا كفارة يمين لا يا أمو صيام يمين حلفك طيب ايه والله ورحمة الله والديك والله ينطيك العافية جاه النبي محمد الله يعافي إن شاء الله ما صالي سيدنا محمد أم أحمد من بغداد تفضلي طيب الوقت التي سألت عن نهاية القرآن عندها مصحف ناطق لي لا تقرأ ولا تكتب عند هذا المصحف الناطق تقرأ معه وهذا حقيقة وسيلة جزى الله خيرا من اخترعها وكتب الله تعالى ذلك في ثوابي في صحيفة ثوابه وأعماله قلم ناطق تقرأ تقول لكن في نهاية القرآن لا يقرأ القلم الناطق إذا وجدت من يصلحه أو يبرمجه أفضل وإذا لم تجدي ولا يوجد من يقرأ لك لتردد معه فليس عليك شيء ابدأي خلاص توقفي حيث تتوقف القراءة وعيد الختمة من البداية والله تعالى يكتب لك الأجر كاملا وكناس تقرأ وتكتب والمصاحف ببيتها وما تتعنى وتفتح المصحف وتقرأ ولا يتحرك خيط المصحف تقبل الله منك وعملك بار وصالح ومقبول إن شاء الله وتحسب لك أجر ختمة كاملة ما دمت ناويت ذلك زين كفرت اليمين أختي يجب أن تعطى لي عشرة وليس لواحد كفرت اليمين تعطى لي عشرة وليس لواحد لأن الله تعالى يقول فكفرت يطعام عشرة مساكين لكن يمكن إذا كانت هذه المرأة فقيرة فأعطيها العشرة لكن كل يوم ما الكفارة عن رأي الإمام أبي حنيفة إطعام فقير إحنا قلنا مثلا ثلاثة ألاف دينار عن اليوم المجموعة ثلاثين ألف دينار إذا تريد تنطيها يومية ثلاثة ألاف ما تنطيها كل سويا ثلاثين ألف يومية ثلاثة ألاف إلى عشرة أيام يمشى الحال على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله ونفتي به نعم لا بأس به هنا سؤال يقول الشيخ طلال من سامراء يقول في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا ما كيف يميتنا الله تعالى مرتين ونحن نعرف أن الموت مرة واحدة ويعني نحيا حياة واحدة كيف ما المقصود بذلك قبل أن يخلقنا الله تعالى قبل أن يخلق آدم عليه السلام نحن خلقنا من أي شيء خلق آدم من تراب وخلقنا جميعا من ظهور أبائنا إلى آدم الذي هو أول بشر قبل أن يخلق الله آدم خلقنا جميعا خلقا مباشرا ليس خلق ولادة خلقا مباشرا خلقنا جميعا جميع البشر وأوقفنا أمامه نحن لا نتذكر هذا الأمر لأن الله نسانا قدر علينا النسيان أنسانا كل ذلك لكنه خلقنا خلقا مباشرا وأوقفنا أمامه ثم قال لنا ألست بربكم فقلنا جميعا بلى ثم أماتنا وأفنانا ثم خلق آدم عليه السلام ثم خلق حواء من ظلعه ثم تناسلت البشرية بطريقة السلالة ظهرا عن ظهر وبطن عن بطن بطن عن بطن فكانت الخليقة فالله تعالى لما خلقنا الخلق الأول أماتنا وأنسانا كواحد بنا يذذكر ذاك الموقف ما يذذكر لولا أن الله تعالى ذكره في القرآن الكريم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم ألسوا بربكم قالوا بلى شهدنا أن تكون يوم القيامة إننا كنا عن هذا غافلين هذا في القرآن الكريم وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واسمه عالم الذر عالم الذر لذلك في كل القرآن الكريم الله تعالى لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم علم إنما قال ذكر والتذكر من النسيان والتعليم من الجهل لذلك عندما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن الله واحد علمهم ديننا قال الله ذكر وذكر إنما أنتم الذكر وذكر إن نفعت الذكر وكذا نعم فهذا المقصود ميتتين الميتة الأولى بعد أن أماتنا في عالم الذر والميتة الثانية هذه التي نموتها ثم تعالى أحيانا مرتين تلك الحياة الأولى وهذه الحياة الثانية والمقصود بالحياتين الحياتين التي بعدهما موت وتنتظرنا الحياة الآخرة التي ليس بعدها موت صلى الله تعالى نجعلنا جميعا وإياكم من أهل الجنة الأخ حيثة من الأنبار اتصال تفضل السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك العقل شيخ خليد أسأل على قرض الأسكان هل هو حلال أم حرام جزاق الله خير طيب هل لك سؤال آخر جزاق الله خير لا فقط هذا حياك الله قرض الأسكان أفتى المجمع الفقهي العراقي بجوازه وقالوا لمن لم يكن عنده بيت وكان عنده أرض يعطى قرض الأسكان ويكون حلالا له بعض المشايخ كشيخنا شيخ عبد الملك السعدي حفظه الله ورضيه عنه رأى باجتهاده أن هذا حرام وقال بأن العمول الإدارية هي ربا والمشايخ في المجمع الفقهي قالوا بأنهم جلسوا مع بعض علماء الاقتصاد وهذا الذي حصل جلسوا مع بعض علماء الاقتصاد والمتخصصين بالأمور البنكية فعال المصرفية يعني فعالموا بأن هذا ليس من الربا إنما هي كلفة القرض على الدولة فخرجوا بمحصلة قالوا أنه حلال خلص يا إخوان المسائل التي فيها خلاف ألسنا دائما نقول قال الحنفية وقال الشافعية بل هناك مسائل من أهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا فيها ولم يعرف عند الأمة أنه إذا وجد قولان أن هذا يخطئ هذا هناك بعض المسائل حتى في مسائل الطلاق التي أخطر مسألة العراض أخطر من مسألة الأموال لأنه يحتاط في فقه الزواج وفي فقه الأبضاع وهذه الأمور يحتاط فيها أكثر من غيرها تجد مسألة يقول هذا الإمام أن الطلاق هذا واقع ويقول هذا الإمام الطلاق لا يقع عندما يقول هذا الطلاق واقع بمعنى لا تحل المرأة له تكون حراما وعشرتها معه زنا لكن هناك قول آخر يقول هذا الطلاق لا يقع يكون فيه تسهل لكن هل هذا الذي يقول حرام سيقول عن ذلك أنك زاني لا قديما في بعض المسائل اختلف فيها العلماء قالوا هذا يقول ربا وهذا يقول ليس ربا هل يقول هذا لذاك أنت تأكل الربا لا يقول هذا اجتهادك واجتهادك محترم يجب علينا أن نحترمه حتى في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا خلاف بين لنقول عبد الله بن مسعود وعلي بن نبي طالب هذا يقول عن المسألة حلال هذا يقول حرام هل الذي قال حلال يخطئ الذي قال حرام وهذا يخطئه لا يقول هذا رأيك ونحترم رأيك فهنا الآن ما الذي حصل لماذا نجد غير المتخصصين يتكلم خاصة في مواقع التواصل يأتي من هب ودب أنتم تأكلون الربا وأنتم تحللون الربا من أنت حتى تكون حكما على العلماء الخلاف سنة أقرها القرآن الكريم من سنن الأمة أقصد من عادات الأمة ومن سجايا الأمة هذا الأمر الخلاف ما الذي حصل لماذا قديما عندما نذكر أقول لأ إما نقول كلهم على هدى طيب الآن إمتنا أيضا كلهم على هدى وكلهم على مشايخ كلهم مشايق وكلهم على عين والرأس فمن أراد أن يأخذ بفتوى المجمع الفقهي فليأكل قرض الإسكان هنيئا مريئا حلال عليه هو أخذ بفتوى علماء ومن أراد أن يقول أتحوط أتورى أخذ بفتوى الشيخ عبد الملك خذه أيضا وأنت مثاب على ورعك لكن من أراد أن يأخذه لا يحق لك أن تقول حرام نعم عموما من أراد أن يأخذ قرض الإسكان بالشروط المتوفرة فيه حلال ليس حراما هنا سؤال لا أريد أن أذكر صاحبته مع أنها لم تقل لا تذكر اسمي لكن السؤال في حساسية بعض الشيء تقول أبو زوجي بسبب سوء تفاهم أحرق غرفة نومنا بلا شك أن غرفة النوم هي جزء من مهر المرأة إلا إذا أخذت المهر كاملا دون يعني مهر أخذت مهرها كاملا عدى الغرفة تكون هذه بينها وبين زوجها لكن إذا كانت جزءا من المهر فهي ملك كل الزوجة ويحق لها أن تأخذ قيمتها من أبي زوجها وهي ليست ملزمة بالمطالبة لوجود اعتبارات عرفية ليست يعني مو من السهولة التشنة تقول العمها الأبو زوجها أنطيني فلوس الغرفة لكن هو آثم وقيمة هذه الغرفة في رقبته حتى لو أقلت لمحل لهم ما ريدها منك ترى تخاف منها ما تخاف منها تستح منها منها لوجود هذه الاعتبارات العرفية لذلك هو آثم ويجب عليه أن يكفر عن إثمه بشراء الغرفة نوم لا تقل جودتها وقيمتها عن الغرفة التي أحرقها بحوله ولا قوة الله بالله أم محمد ما الموصل تفضلي نعم تفضلي أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنا أريد أحكي أشياء أنا أشياء تفضلي حبيبي أنا عندي ولد راح بالسيطرة قبل خمس سنين والله سبحانه وتعالى قال دعوني أستجب لكم زيان فأني أدعي صالي خمس سنين ولا ما عرف عنه شيء يعني ابنش مفقود ايو والله مفقود وإحنا أبو وأعمى وشبير وأنا أمو أزيد على ثمانية سنة وما عدنا حات لا حوله ولا أحوات الله فأريد يشهد نباية وسيلة شنو قصدش مفقود يعني شنو قصدش بالسيطرة سيطرة حكومية ولا سيطرة جماعة مسلحة لا لا جميل بغداد بسيطرة الأغزاز أخده لا حوله ولا قوة الله بالله حلالي العظيم ايو والله يا حياتي يلي تشيط تشيطني به أشدعي رب العالمين حتى يستجيكي زيان سألته مثلا ذزيته حدي سألكم بالمراكز بالسجون بالحاسبات والله حاولنا كم سنة حاولنا ما أخلنا مكان ما أكو لا حوله ولا قوة الله طيب طيب ايو والله ايو عندي سؤال أخر أمي ايو يرحمك الله تمام تمام إن شاء الله عندي سؤال أخر لا بس هذا طيب ايو يعني والله لا أدري ماذا أقول ابنها فقد في سيطرة في الأنبار في الرزازة أو هكذا قال ابن الأنبار يعني لا أدري ماذا أقول لك أمي إنما استمر بالدعاء بمواضع الإجابة فإن كان حيا فإن الله تعالى سيعيده سيعيده لك وإن كان غير ذلك فاحتسبه عند الله ولعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين وعلى من ساند الظالمين وعلى من غطى على ظالم ظلمه ألا لعنة الله على الظالمين هذا ليس دعوة مني إنما هو قراءة لآية الله تعالى يقول ألا لعنة الله على الظالمين فإن لعنة الله على الظالمين عموما إن كان حيا فأسأل الله تعالى أن يعيده لك ادعي أنت ونحن نساندك بالدعاء طيب هنا أخ يسأل يقول جدي جدي أبي هكذا ذكر جدي أبي قال قبل موته ربما يقصد جدي قال لأبي قبل موته من بيتي هذه الشقة لك وبعد ذلك اتفق جدي وعم أبي وباعوا المنزل وقالوا لأبي ليس لك شيء وإذا بعد مدة هناك إرث سبعين مليون يعطوه خمس ملايين فقط السؤال ليس واضحا لكن الظاهر أن جده قال لأبيه هذه الشقة لك وبعد مدة أبوه تراجع عن قوله وباع البيت بما أن جدك على قيد الحياة فالمال ماله ولا يكون ماله إرثا أكون إنسان بعده هو طيب الولدت عاركون على الورث انطينا الورث وانا اتطلع عن البيت شون وارث ليس لك حق على أبيك وعلى أمك وعلى جدك ما دام وإحياء حتى لو كنت اشتغلت تماشين التأكل وتشرب وقاعد بالبيت ولا اشتغلت المال إذا كان للأب أو للأم أو للجد ليس للأولاد فيه حق ما دام حيا ولا يسمى إرثا إنما هو مال ملك لصاحبه فإذا جدك قال للأبوك هاي الشقة إليك بعدين تراجع وباحة خلاص ما لا شي ما لا شي سوى أنه الجد يكون آثم لأنه خالف الوعد فعندما قال هاي لك وعلى فكرة إذا وصى وصية بعد الموت قال هذا البيت لفلان وهذا الفلان الوصاية باطلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حقا حقه فلا وصية الوارث لكن إذا ملك إليها بحياتها نعم تكون ملكة يصير ملكة لكن وعدها وما وفى لا ما تنتقل ملكية الشقة ما انتقلت أما كون من سبعين مليون طوب بس خمسة هم أحياء هاي كورمول هذا مو حصة من الأرث ما دام جدك حي وانطلبوك خمس ملايين خلاص لا يستحقوا أكثر منها لأن هذه هدية ما تحتبر ورث ما دام بعد طيب أبو علي من الأنبار تفضل عيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الله يجعل في ميزان حسناتك إن شاء الله يوم لا تنفع مال ولا بنوين لا مناة الله بقلب السري آمين يا ربي آمين الله يكرمك ويرفع قدرك الله يبارك شيخي عندي بعض الأسئلة إذا واحد انسرق من ما عنده معهل وانسرق من عنده أمال وغراض وهذا هل هذا يفيد يعني الانسرقة اللي عنده ما يعرفهم يعني الناس اللي انسرطوا بها وبعضهم عرفهم معفا عنهم هل هذا يستفاد بها جمال آخرة طيب سؤال أول سؤال ثاني تمام اتفاضل سؤال ثاني سؤال ثاني سبحانه وتعالى يقول أنا أروح بنا بأنه الخمرة الميسرة وعمل من عمل الشيطان وهو فالله يقول بالقرآن بأنه لكم فيها منافع ما هي المنافع إنما الخمر والميسر يصف من عمل الشيطان فاجتنبوه طيب يقول بأنه لكم فيها منافع نعم منافع الخمرة والميسر شنو مع العلم هاي نقطة الثالثة هذا الثالث فيما إثم كبير ومنافع للناس طيب أي منافع السؤال الثالث نعرف بأنه اليهود والنصارى أم مدرب نأتي ونعرفهم نحن ولكننا نرى بعض اليهود والنصارى تفادهم عند المسلمين وبعضهم نقولها أكثر أفضل بعضهم نترك الأفضل بعضهم من المسلمين بالأخلاق مثل العراقيين عراقيين ومثل سوريا فذهبوا وإن يستحمل آواهم النصارى واليهود في بلاد الغربية وأكرموهم وآواهم منطوهم منطوهم وأكرموهم وكذلك إنه بس أريد أسألك سؤال هو هذا المهجر هذا الإنسان الذي هجر من بلاده وراح لبلاد الكفار غيرهم نفسهم الكفار الذي هجره وليس تهجر العراق وليس تهجر السوري غير الأمريكان والروس وغير الروس ضربونا بالقنابل وفي نحظ بلادنا وخلوا ولدنا يهاجرون حتى هما يستقبلوهم يعني استصاروا زينين هو أصلا هما اللي يجمعوا ديارنا وقتلوا ثلاثة أربعة الشعب وهل بقراحوا استقبلوهم نقول عليهم زينين يعني متفضلين علينا بهذا الشيء شيخي اسمح لي تضل الله يبارك يعني هما هجروا هجروا نفس العراقيين نفس العراقيين قتلوهم أخي العراقيين العراقيين هو من اللي دمر البلاد بالأصل هو شونا اللي يخلوه ونحن ندبرنا أمريكا أمريكا اللي طبت علينا وقلت هذا الوضع اللي صار هاي نقطة نقطة ثانيا ناوى بعض العلوم هما طادوا البشرية طيب يهدوا للصرع عن البائل هذا اخترع وخترعات استفادة من عندها المشي زين فأرجو يعني هذا يعني مثلا كهرباء هما من استفادة عندها النفط منها خرجهم وإلا بعلبهم والسلام عليكم وبرك الله وفيك بارك الله وحفظك أخي العزيز الأخ ذكر عدة أسئلة نافعة قال أنه سرق منه محل هل هو مأجور بعضهم عرفهم فعفى عنهم وبعضهم لم يعرفهم بلا شك أنت مأجور إذا صبرت ورضيت بقضاء الله سبحانه وتعالى فأنت مأجور على هذا الأمر انتهي الموضوع من حيث السرقة أنت مأجور لأن هذا بلاء وما يصاب أحد بمصيبة إلا كانت له كفارة من ذنب حتى الشوكة يشاكها أحدكم لو شوكة هما الإنسان الله سبحانه وتعالى يغفر لها كيف إذا رحت أموالها فأنت مأجور أجر عظيم بصبرك والأجر الآخر هو عفوك عن من سرقك والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هناك أصور في الجنة يقول الناس لمن هذه لأي نبي أو لأي صديق أو لأي مقرب فيقال هذا لمن عفى عن أخيه فأنت عفوت عن أخيك صبرك على السرقة أجر عظيم وعفوك عن مع أنك تعلم بأنك لو طالبتهم لكان هذا من حقك لكن عفوك عنهم هو صداقة وهو أجر عظيم تقبل الله تعالى منك قبل أن نجيب على باقي الأسئلة هنا لكي اتصال أخ مصطفى من الأنبار تفضل فضل مصطفى أعذرنا اتصالك كان معلق فضل عيني مصطفى تسمعني سيد محمد المخرج موجود مصطفى ولا قطع قطع طيب الأخ ذكر بأن الله تعالى لما حرم الخمر والميسر قال فيهم وإثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ما هو المنافع المنافع هي المنافع التجارية قديما كانوا يتاجرون بالخمر وبالنسبة الميسر هنا لكي من يربح فالله سبحانه وتعالى ذكر قال هذه منافع لكن إثمهما أكبر من نفعهما والمقصود بالإثم هنا قد يقصد بالإثم الذي هو الوزر الذي يكون عند الله سبحانه وتعالى ويستحق وصاحبه العذاب وقد يكون الإثم المقصود الضرر الضرر البدني الله سبحانه وتعالى يقول أنت لك بها منافع بالتجارة وبيها الضرر على جسمك أنت شون الفائدة تأخذ ماله وتضرر كذلك الميسر ربما أنت ربحت اليوم لكن باتشل خسرت ولكن المقصود طبعا الظاهر أن إثمهما أكبر من نفعهما يعني الوزر أكبر من المنافع التي تحصلها بالتجارة فالحرام وخلص أنت الموضوع ذكر يقول هناك كفار أفضل أخلاقا من المسلمين مو بس يهود ونصارى تلقى حتى بوذي ربما إنسان من البوذية يحمل أخلاق هذا مميزان بالنسبة للأخلاق نعم بلا شك هناك كفار يهود نصارى بوذية هناك عباد وثن يحملون أخلاقا بالنسبة للأخلاق هذه سجايا لكن هل تنفعهم في الآخرة لا شك أن النار دركات دركات هناك أناس أشد عذابا من أناس رأس الأمر كله الإيمان بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين انتهان موضوع غير المسلمين ما يدخلون الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أما اليهود والنصارى الصالحين قبل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم صالحون بأممهم كما هم صالحون بأمتنا أولئك يدخلون الجنة لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبل منه لن يقبل منه إيمان فهو يعد كافرا تمام لكن من حيث حسن خلقه من حيث باقي سجايا بلا شك يكون أفضل من إنسان كافر وبذيء الأخلاق فيكون أقل عذابا منه وعلى يتحال فنقول أفضل هل يجوز أن نقول هذا الكافر أفضل أخلاقا من هذا المسلم يجوز لكن لا نقول مرتبته عند الله أفضل أو منزلته أفضل لأن هذا المسلم مع سوء أخلاقه عنده الإيمان بالله وبرسوله يعني المعتقد والدين صحيح أما من حيث الأخلاق نعم يجوز أن نقول هذا الكافر أحسن أخلاقا من هذا المسلم من حيث الأخلاق أما مسألة الإيمان لا تجوز المفاضلة بإيمان المسلمين أبدا يذكر الأخ مسألة إحنا مخدوعين بها أوروبا تتعامل مع المهجرين بأسلوب جيد وتعاملهم بالحسنة وتوفرهم الوظائف وتوفر الأمان وإلى آخره تعرفون هاي مثل من؟ مع الأسف طبعونا بطباع العبيد قديما يجي السيد اللي عنده خمس عبيد الخمس عبيد اللي نقول قصروا إياه بالعمل جلدهم وعذبهم والثاني يوم نطاهم مي مي بارد هاكم مشربوا البارحة ما نطاهم مي بعد لا يساوها سمعتوا لا لا وراء ثلاثة أربعة أيام نطاهم أكل هم كانوا مشتغلين ألا مكسر أظهورهم ينقلون صخر طاهم أكل راح يقولنا السيد ما نشقد قادم هذا ابنه وادم داين طينا أكله داين طي مي شو يطيك أكله مي غصبنا علي أنطيك أكله مي أنت مملوك عنده لازم أنطيك أكله مي أنت حاسبه متفضل عليك طيب هو أصلا من الأذىك من اللي جلدك وشن اللي يوازاك على هذا العمل لومو الأوامر ماتة تاجي تقول متفضل هيش الغرب خلونا نفكر تيجي جيوشهم راح تقول الشعب اللي يكرمني مو الجيش لا عين الدولة اللي يكرمتك هاي الدولة هي اللي انتخبت الرئيس وهي انتخبت البرلمان والبرلمان هو اللي يدزل الجيش عليك يجون علينا أوروبا الحلف الأطلسي أمريكا والأوروبا والغير باقل هاي الدول المتحالفة سقطت العراق ضربت سوريا روسيا وغير روسيا ضربت سوريا ضربت فلان بلد ضربت فلان كذا صار تهجير من هذا البلد من اللي هجرنا العراقيين نعم لكن الجذور والفتنة التي وقعت بسبب دخول أمريكا عن العراق قبل هذا الأمر ما كنت تلقى هذا الأمر لا تلقى طائفية لا تلقى جيوش لا تلقى جماعة مسلحة لا تلقى سيطرات وهمية لا تلقى هذا الشيء فهذه نتيجة دمرونا دمروا بلادنا نهبوا ثرواتنا قتلوا ملايين من الإنسان من البشر وهجر الملايين تالي لما استقبلونا ببلدانهم والله ذول أخوة شوادم أكرمونا انطونا لجوء وانت شن اللي يخلاك توازي تترك بلدك حسنا نقول علينا متفضلين أخوة شوادم هم نفسهم اللي يضايقوك هم اللي يقتلوك هم اللي يقتلوا بن عمك هم اللي يهجروك طيب بعد كل ذلك هل تعلم بأن هناك شركات من هذه الدول التي تصنع الأسلحة هي التي تفتن وتوجد الحروب كي تصدر سلاحها لنا ومن هذا المال وهذا المال اللي يضربونه بي يأخذوا من جيوبنا وينطونا فوتات صغيرة للمهجرين اللي ينطوهم هذا ترى من جيبك لا عبالك انت لما يستقبلك وينطي كراتب هذا من خيره هذا من بلدك أخذه وهذا من بلدك حتى الرصاصة اللي يقتلني ويقتلك بيها فلوسة من جيب وجيبك تدري ولا ما تدري إضافة لذلك لماذا تسمى أوروبا القارة العجوز دعنا نتكلم عنه دعنا نطلع من طورنا لماذا تسمون أوروبا القارة العجوز لأن سكان أوروبا غلبهم عجائز معروف صار عرف في أوروبا لا يمكن نستيطر عليه أن العائلة لا تخلف أكثر من واحد يعني كل اثنين يصيرون واحد الأم والأبي موتون يبقى بينهم هذا منهم راح يتزوج وهم راح يخلف بس واحد إذن كل اثنين يصير واحد فهم فيه تناقص كل جيل نصف الجيل يروح والجيل ثلاثين سنة كل جيل ينقص نص 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 ستضمح الأوروبا شي سوون يضطر يضطر أن يستقبل الشباب المهجرين اللاجئين لتشغيل البلد يد عاملة والروح نحن متفضلين عليهم نحن لما نروح نشغل أوروبا ونكون يد عاملة ويعاملون معاملة الخدم هذا أشتغل إنسان والله يا إخوان ناس ترسلين من أوروبا يقولي أنا أشتغل زبال أشتغل زبال وألقى قواطمة الخمر وبطالة ما الخمر حرام له حلال شي لهم يسألني باب الحرام والحلال شي مو هذيك تطلع من بلدك ده تروح تشتغل زبال تشير قناة الخمر ونجي نعتبر المتفضلين على ولدنا وعلى شبابنا آووهم لا حول ولا قوة اللاب لا بالضبط خطة العبيد خطة العبيد أرضونا أن نفكر كتفكير العبيد هس نجي نقول والله خوش هذا ما أعظمنا المسلمين أبو غزوان من بغداد فضل السلام عليكم يا ربي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخويا دكتور الله يرضى عليك أنا مريض أدي بالجهاز الهضمي مشكلة يعني سويت عملية جراحية بالهين مرض السرطان سؤال لك العافية سؤال لك العافية يا ربي إن شاء الله برمضة عن تكرام الغروج ما ليس يطع إلا حقنا نعم سؤال لك العافية يعني أدخل الحقنا الحلالة والحرام قصدك مفطرة أو لم مفطرة نعم نعم طيب هي خلاف بين المعاصرين ولكن الذي نفتي له أن الحقنة من الدبر ليس مفطرة إن شاء الله مادم في أخلاف فالأمر فيه تساهل يعني فيه ساعة إن شاء الله حقنة الدبر ليست مفطرة أشكرك أشكرك حياك الله زين هنا أخ يسأل يقول أو أخت تقول الاسم يعني عبد الرزاق اللي هيبي ولكن تقول أنا تارا من ديالة طيب قبل فترة كنت أمشي في الشارع ومر قربي دراجة نارية مطور فسقطت أموال من صاحب المطور فجمعتها ورعاد الشخص فأعطيته الفلوس بقيت يمي خمسين ألف وشخص اتصل وقال بعد من المبلغ ثمانمية واني بقت يمي بس خمسين والآن أريد أرجعها لكن والله ما كنت أعرف بها إنما وجدتها في السيارة لكن أخاف أرجعها أن يتهمني بالبقية ماذا أعمل هل أذهب ورميا في مسجد أم بالشارع علما أن الفلوس سقطت منه يعني السؤال فيه غرابة على ايتي حال الظاهر أنه سقطت منه أموال فجمعتها وبقي عندها جزء من المال توهما لنقل وهو ادعى بأن الباقي أكثر هي باقي يقول باقي ثمانمية وهو يقول باقي عندي بس خمسين فتقول خاف فأقول له الخمسين يقول لي لا الباقي عندك ما تعطيها الواجب عليك يا أختي هذا المال لا يجوز وضعه في المسجد لكن يمكن أن تقولي له لا أملك أو لا أجد إلا هذا المال لا يحق له أن يتهمك فإذا اتهمك فالبينة على من الدعا ولي منه على من أنكر أنت عندك بيّن يا ابن عمي على أن فلوسك عندي ما عندي بيّنة أنت عليك اليمين أقسم بالله العظيم ما عندي إلا إلا هذا المال هذا المال الذي باقي عندي وهو ليس تعمدا أنا ما أخذتهم لو أرد أخذهم أخذتهم كلهم لكن هذا بقي بالخطأ عندي نعم لا يجوز وضعه في المسجد لأنه مال معلوم الصاحب صاحبه معلوم فلا يجوز وضعه في المسجد طيب ما الذي يستحب عنده نزول المطر يستحب عنده نزول المطر الدعاء وهذا من مواضع الإجابة لأن نزول المطر يدل على رضا الله المطر يدل على أن الله تعالى راضي على هذه القرية أو على هذه المدينة لذلك أغاثها بالمطر لأن الله تعالى سمى المطر غيثا قال ثم يتين بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه أحسرون يغاثون يعني ينزل عليهم الغيث فمن مواضع الإجابة هو نزول المطر انتهى وقت البرنامج أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضي صلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا تحرمونا من دعائكم فهذا ظرف إجابة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته